نعمة عظمى ومنحة كبرى وهو غباء القلوب وقرة العيون وحياة الروح إنه ذكر الله فبذكر الله تحيا القلوب قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت فالذكر للقلب مثل الماء للسمك فكيف يكون حال السمك إذا ثارق الماء وبذكر الله تسكن القلوب وتستأنس فلا شيء ألذ للقلوب من محبة خالقها وذكرها له قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وكفى بالذكر فائدة وأثر أن الله يذكر من يذكره قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وفي الحديث يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه والذكر يذهب الهم والغم قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابيه ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب الله 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 ربي لا أشرك به شيئا وبالذكر يقمع الشيطان ويطرد بينما الغافل عن الذكر يلازمه الشيطان قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين قال ابن عباس الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس فإذا ذكر الله خنس وبالذكر تربح الحسنات ويثقل الميزان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبالذكر ينجو العبد من النار قال معاذ بن جبل رضي الله عنه ما عمل امرء بعمل أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله